مهم جدا تمرين على الكرات العرضية والتصويب على المرمى يا أحمد تعلم جدا طبعا يعني وبمناسبة كلامك على الكرات العرضية والتصويب على المرمى فيه رسالة بقى أنا حابة بيوجهها يعني يمكن هما في الجو دلوقتي مش وصلة بس ممكن توصل حتى من خلال السوشيال ميديا لرباعي الهجوم في نادي الأهلي مروان بواليا محمد شريف صلاح محصن والحقيقة يمكن الرسالة دي مفادها في مباراة مهمة قبل ما ماتش مهمة جدا زي ماتش فيتا كلاب أنه أنتو الأربعة تقريبا على خط واحد يعني الفرصة قدامكم كلكم كبيرة جدا والفرصة يمكن في ماتش زي ده في ظل الظروف المحيطة به تدي لي للفرصة نفسها أهمية كبيرة قوي بتهيالي أنه محتاجين أو أنتو الأربعة محتاجين تختنموا هذه الفرصة محتاجين تبصوا لماتش فيتا كلاب ومحتاجين تبصوا لليومين اللي جاءين سواء فيما تعلق بالتمرين أو بالاستعداد أو درجات التركيز كأعلى وكأهم ما يكون شايف أنه كل واحد من الأربعة المفروض يحارب ويقاتل عشان يبعد شايف المسافة عن اللي وقفين حواليه عشان كده بتهيالي أنه ماتش فيتا كلاب بالنسبة للرباعي ده على وجه التحديد تاني بقول مراوان محسن صلاح محسن محمد شريف وبواليا تقريبا في منتهى الأهمية وأتمنى أنه أجمهير النادي الأهلي كلها الحقيقة تتمنى أن الأربعة يكونوا في فورما عالية وتتمنى أكتر وأكتر أن اللي شارك فيهم يقدر يستغل الفرصة كأحسن ما يكون بمناسبة الرباعي الهجوم مفيش رسالة الخط اللي وراء يعني اللي وراء الحقيقة مطمننا يعني يجيب أهدافه بس ما يدخلش فينا أهداف أكيد طبعا لا يعني إلى حد ما ممهور النادي الأهلي من ناحية الدفاعية خدي بالك ماتش فيتا كلاب اللي فات إحنا تظلمنا فيه ظلم باية دي حقيقة وحتى الحكم مع اعترافه واعتزاره عن ضربة الجزائي مش هيغير حاجة برضو مش هيغير حاجة وفكرة أن ما فيش فار في دور المجموعات في أفريقيا ده غريب جدا وقرار حاطئ من الأول على متسفهام كبيرة في أكبر بطولة أفريقية نتمنى أنه ده يتم تفادي في النسخة الجديدة بس الأهم بالنسبة لي النسخة اللي احنا شغالين فيها إنه ما يكونش فيه أخطاء تاني إنه كفاية لحد كده الفطورة اللي اتدفعت في ماتش فيتا كلاب فطورة ممكن تكون لقدر لأ مكلفة جد يعني ممكن تكون مؤثرة جدا في مشهور نادي الأهلي وده اللي احنا طبعا ما نتمنهوش احنا بس الرد الوحيد أو التأدير الوحيد أو الحاجة الوحيدة اللي يطلبها جماهير النادي الأهلي إنه ما يكونش فيه تعرض لظلم تاني من أي نوع ما يكونش فيه تدخل من التحكيم يحدد طريق النادي الأهلي يستمر في البطولة ولا لقدر له يخرج منها ده التعويض الوحيد أو رد الاعتبار الوحيد عن الغلطة الفادحة اللي دفع النادي الأهلي تمنها في ماتش فيتا كلاب في القاهرة واللي كلفته نقطتين غاليين جدا كانوا كافيلين الحقيقة أن هم يرايحوا أعصاب لعبتنا وراحت الأعصاب تفرق كتير جدا في مستوى اللعيبة وفي أداءهم وفي تركيزهم وفي شخصيتهم لعيب متوتر ومضغوط عليه وبيصارع على نقطة مستوى بالتأكيد مختلف تماما درجة تركيزه بالتأكيد مختلفة تماما قدراته النفسية والزهنية والعصابية مختلفة تماما عن لعيب بيلعب على نقطة بنقطة ترجمة نانسي قنقر